اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او الرؤية دية بتدينا رسالة لايه او بتشير الى ايه طبعا بتشير الى امور معينة امور لازم علينا ان احنا ناخد بها وما نتجاه لهاش هنتكلم اخواني العزاء عن الامور المهمة اللي بتحدث بعد هذه الرؤية بالتفصيل ولكن قبل ما اخش في تفاصيل الفيديو احبا لكم اشتركوا في القناة وفعالوا زر المشارات ليصلكم جميع فديواتنا باستمرار اول حاجة اخواني العزاء بالنسبة لرؤية المرأة المتزوجة لنفسها تتزوج مرة اخرى طبعا اخواني العزاء الرؤية مقلقة والرؤية في بعض النساء بتفسرها النفسية مثلا بطريقة خاطئة بتقول ان مثلا ممكن يحصل طلاق بينهم بين زوجها مثلا او ان هي مثلا في امور مش كويسة في حياتها فطبعا ده ظاهر الرؤية ان هي بتتزوج مرة اخرى وهي مثلا بتحب زوجها بتقدر زوجها يعني ما بتفكرش في حاجة زي كده فبالنسبة لها الرؤية تعتبر رؤية محرجة ورؤية بالضايقها فرؤية المتزوجة زواجها مرة اخرى اشارة لها بحمل قريب باذن الله واشارة لها بانجاب وممكن في بعض الاحيان والله اعلى واعلم ان الرؤية تشير الى انجاب مولود زكر انجاب مولود زكر باذن الله وده طبعا في علم ربنا احنا ما نعرفش حاجة ولكن ده اشارات ممكن قبل ان هي مثلا تصيب وقبل ان هي تخطئ مش يعني مش بالضرورة او مش بنص ان احنا نقول الكلام ده في حالة تانية ممكن الزواج مرة اخرى لمرأة مثلا يدل على ان هي هتطلق فعلا وان هي ممكن تتزوج مرة اخرى من شخص مثلا وده في حالات مثلا لو في مشاكل بين الازواج مثلا واحدة في عمنا مشاكل مع زوجها مثلا مشاكل مستمرة مشاكل مبتخلصة فبتكون الرؤية هنا رسالة لها ان هي ممكن ان هي تتطلق مثلا من جوزها ده وهتتجوز مرة اخرى من شخص يكون مناسب لها طيب بالنسبة للمرأة المطلقة ماذا تعني رؤية الزواج مرة اخرى وممكن كمان تشوف ان هي بتتزوج من شخص غير زوجها السابق يعني ما فيش فرصة للرجوع هي مطلقة وطبعا بتشوف ان هي بتتزوج او لبسة فستان الفرح مثلا او في امور كده تدل على وجود زواج فهنا الرؤية بتكون رسالة لها وبشارة لها ان هي بالفعل ممكن تتزوج مرة اخرى لو هي مثلا بتفكر في الزواج فدي اشارة مهمة جدا ان ان شاء الله في يعني تغيير للافضل باذن الله ممكن تكون رسالة لها برضو ان هي ما تفقدش الامل في ربنا سبحانه وتعالى ممكن رسالة ان الشخص مثلا اللي بيشوف الرؤية دي يتقرب الى ربنا سبحانه وتعالى اكثر بالدعاء وان في امنيات قدامه ممكن تتحقق حاجات زي الزواج مثلا بداية حياة جديدة فطبعا هنا رؤية الزواج مرة اخرى رؤية كويسة جدا سواء للمطلقة او سواء للمتزوجة بتدل على ان ان شاء الله في امنيات هتتحقق في امور هتتغير للافضل قلنا المتزوجة ان هي ممكن ربنا يرزقها بمولود قادم وده امر وارد وامر يعني محمود جدا ممكن كمان المتزوجة يكون الزواج مرة اخرى لها اشارة لها بتغير قادم في حياتها والتغير ايضا بكل الافضل حاجة كويسة مطلقة برضو تغير وامور هتتحسن ان شاء الله بالنسبة للرجل رؤيته ان هو بيتزوج مرة اخرى دي رؤية كويسة جدا تدل على تجارة مربحة وساعة الرزق وتغير الاحوال وربما بتكون ان هو ربنا بيرزقه بزرية صالحة ان شاء الله في الايام القادمة والله اعلى واعلم فهنا رؤية الزواج مرة اخرى رؤية جميلة جدا ورؤية مبشرة جدا تدل على تحقيق الامنيات والله اعلى واعلم اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة